هالرئيس في آخر تحديدا في عام 2014 طلع في مقابلة تلفزيونية وسئله المذيع قاله من المرشح اللي تدعم الحكومة الكويتية في انتخابات الرئاسة المصرية فكان جواب الرئيس جدا جميل قال مرشح الكويت من يدعمه الشعب المصري ولكن تعالوا خلونا نشوف في انتخابات رئاسة مجلس الأمة كان يعلم تماما بأن الشعب الكويتي يرغب في تغيير رئاسة مجلس الأمة وكان يشاهد اجتماعات وصلت إلى أكثر من 41 نائب وكانوا يقولون رئيسنا بدر الحميدي وكان يقرأ البيانات اللي تصدر ولكن بنفس الوقت ما طبق كلاما اللي قاله في 2014 راحوا دعم رئيس آخر ضد إرادة الشعب وأكبر دليل أنه يعلم أن خالف إرادة الشعب ما قدر أنه يوقف ويبارك للرئيس اللي يدعمه ترجمة نانسي قنقر